السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم نواصل حديثنا عن الميمبرين تكنولوجي ونتكلم عن تطبيقات هذه الأخشية أشهر هذه التطبيقات إطلاقا الواتر تريتمينت المعالجة المياه بواسطة التكنولوجيا الأخشية دي من التطبيقات الواسعة جدا واللي حظ يطبيئ الكثير من الانتباه في كل أنحاء العالم خصوصا هنا في المملكة العربية السعودية لما تحتاجه من ماء نقي ونسبة للاستهلاك الكبير ولقلة المصادر المياه النقية أكثر الأنواع الميمبرين المستخدمة في الواتر تريتمينت هي المايكرو فلتريشن والألترا فلتريشن وتستخدم أزبري تريتمينت يونيت قبل أن تمرر على الار او والنانو فلتريشن حسب معلوماتي أعتقد بأنه وحدة تحلية المياه بالشيقيق تحتوي على ريفيرس أزموزيس ميمبرين فلتريشن سيستيم تمتاز هذه الأنظمة بقدرتها على إزالة كثير من الأيونات التي توجد بكثرة في مياه البحر أيونات الحديد المنغنيز وأهم شيء الملحة الطعام نستطيع أن نزيله وبكفاءة عالية باستخدام الار او ومن ثم كفاءة العملية يرتبط بحجم هذه الميمبرينز حسب معلوماتي بأنه وحدة الشقيق مصممة لإنتاج ما يزيد عن مية متر مكعب في الساعة من طبيقات الار او من طبيقات الريفيرس أزموزيس والنانو فلتريشن اللي هي عملية الديساليناشن إزالة الأملاح ويستخدم دائما النانو فلتريشن سيستيم كوحدة قبل الار او ذلك لتقليل عملية الفاولين اللي حنشرحها بعد لحظات وأيضا لكا كا سبورت بروسس حيث أنه النانو فلتريشن تعمل على إزالة الهاردنس وهي ايونات الكالسيوم الار او والنانو فلتريشن تعمل ات very high pressure it can go up to 600 psi and it requires a very high pressure فالكوست في هذه الحالة حقيقة عالي لكن الحوجة الكبيرة للمنتج تجعل من هذا القوست ديو